أنا طالبة مسك علي محمد من جامعة بغداد كلية الهندسة الخوارزمية هندسة كيمياء أحيائية مثل ما تفضلت حضرتك بالنسبة للمشاريع الغاز المصاحب وأن الحد من ظهرة احتراق الغاز ستأثر على البيئة وكذلك ستأثر على الميزانية للبلد لأننا بحدود 10 مليار دولار نهدر سنويا سؤالي هو متى سيتم تحديداً أنه الاعتماد الكامل على الغاز العراقي وتزويد المحطات الكهربائية ضمن الاتفاق اللي عقد مع شركة Total Energy مؤخراً وشكراً سؤال كل شون جزيلا أكفرين فعلاً سؤال مهم والتفاة ريتا بالشباب يتابعون الملف الاقتصادي ويأشرون على هذه الجوانب الإيجابية عندنا عقد Total وعندنا عقد الشركات الإماراتية والصينية وعندنا جهد الوطني نشتغل إن شاء الله على أكثر من 2000 مقمق يعني أكثر من احتياجنا ما أخذين بنظر الاعتبار أن يتوسع في محطات توليد الطاقة الكهربائية وبالتالي يحتاج الغاز هذه الفترة لإنجاز هذه المشاريع التي بدأت يعني مجرد عقود لا بدأت مباشرة بالتنفيذ المدى الزمني 3 إلى 5 سنة إن شاء الله إن شاء الله أقل السيد رئيس الوزراء أعتقد أنه تم التوقيع العقد مع الشركة Total Energy في شهر تموز الماضي هل تم وضع حجر الأساس بشكل فعلي على الأرض في البصرة هل بدأ العمل؟ توتال توتال أنرجي توتال باشرة بالحقل نعم ميدانيا إلى أي مرحلة وصلوا؟ يعني السلمة والموقع ووفق الخطة اللي موجودة أمامنا أخو جدول زمني لإنجازها هل يجري العمل وفق الجدول الزمني؟ ماشي طبيعي أي لن تبقى لدينا خلال ثلاثة إلى خمس سنوات مشكلة كارباء في العراق وسيتم توفير الطاقة 24 ساعة؟ إن شاء الله ثلاث سنوات سوف نتخلى عن الاستيراد وتأمين الكارباء على مدار 24 ساعة؟ نعم أيضا الشركات الإماراتية والصينية باشرت وأنجزت نسبة كبيرة من تنفيذ قطاع الكهرباء منظومة متكاملة من الإنتاج والنقل والتوزيع يعني إحنا في الصيف الماضي كنا دخلنا الصيف وإحنا عدنا جدول خمسة ساعات كهرباء بواحد انقطاع توقفوا الغاز اختل النظام كله وأثر على المواطنين مشكلتنا بالغاز مو بالتوليد يعني عدنا محطات تم إيقافها لأنه عدم توفر الوقود وهذا اللي أنا كنت أتحدث عنه يعني الغاز لم يشهد أي خطوة عملية طيلة عمل الحكومات السابقة هذه الحكومة فيه خلال هذه السنة نحن نتحدث عن وضع يعني القطار السكة في مسألة إنتاج الغاز أود أن أطرح عليك السواء شخصيا يبدو أن هذه رؤيتك الشخصية لأنه منذ عشرين عاما لا بل منذ مئتي عام الجميع يعرف أن الغاز في العراق ووقلين كوندستان يحترق ويتطائر إلى السماء منذ كم سنة يتطائر الغاز إلى الجو من معنا من كاركوك اللي يطرح السواء لاحقا لكن لا أحد منهم كان يستطيع اتخاذ الخطوة أو لم يتجرأ أن يخطو هذه الخطوة لأن العراق لم يعد بحاجة إلى الغاز من الخارج ستتعزز سيادته واستقراره كيف فعلت ذلك جنابك؟ سؤال شخصي ألم تخف من تحرير العراق من هذه الدارة وأن تستهدف من قبل دول التي لا ترغب باستقلال العراق بهذا الشكل يعني كنين ويعراق بوشي ويسر بخو سر وربي طبعا أسباب عدم استثمار الغاز خيلة السنوات الماضية هي مجموعة أسباب بين سوء إدارة سوء تقطيط مشاكل أخرى نحن تعرف في هذا المقطع الزمني اللي تركناه خلفنا كان مليئ بالتحديات قاعدة وداعش وإرهاب وعدم استقرار وأكو فشل وأكو فسات حتى نكون واضحين يعني إحنا استوردنا محطات الكهربائية في عام 2009 السيمينز والجي وكان في وقتها مع استيرات هذه المحطات أن تبادر وزارة النفط لاستثمار الغاز حتى توفر لهذه المحطات هذه الخطوة ما صارت فظلينا نحتاج هذا الموقع مسألة استقلال العراق بالطاقة لا أعتقد أن هناك دول تريد من العراق أن يبقى أسيراً لهذا خلنتكلم بوضوعه بصراحة إيران نستورد الغاز ملياً من إيران إيران عدتها مشكلة بالكهرباء والغاز وهي على مستوى القيادات العليا في البلد تواجه إشكالية في تجهيز العراق بالغاز أولاً هم يجهزوننا غاز وفلوسهم ما يستلموها ما يستلموها وصل للرقم عفواً 11 مليار يورو أي نحن مدينون لإيران؟ أي يعني نحن لا نحن مدينونين نحن مسددين كحكومة لكن وين نسدد؟ بالحساب مالهم اللي موجود في الـ لكن هذا الحساب بسبب العقوبات ما يقدر يحول للخزينة الإيرانية فهو مضطر يجهزني هذا الغاز وأنا ما أنطفوه طبعاً هناك حديث إعلام ووضع اقتصادي صعب ونحن ليش نجهز وهذه مشكلة العراق وخليه يروح يتحاور مع أمريكا ويستثنينه من هذا التجهيز فهم يعني يعانون مشكلة حتى يجهزونا بالغاز مو عايشين على هذا الغاز المستورد بالعكس هم بحكم العلاقة وتعرف طبيعة العلاقة بين الإراق وإيران يعني ما معقوله أكو غاز يوقفوه وتداعياتها مجتمعية فالكل مع هذه المشاريع ومشاريعها الحمد لله عين فشكري فعشرنا بيها لا شفنا فيتو ولا شفنا أكو واحد يتدقل أو اعترف هذا قرارنا الوطني يخص